شعارات مستهلكة اعتاد عليها العراقيون فمع كل موعد للانتخابات تبدأ الحملات من بعض المرشحين عبر اطلاق الوعود الكاذبة وغير القابلة للتنفيذ وشراء الاصوات وانتهاج سياسة التسقيط للاخرين في ظل غياب القانون لمعاقبة هؤلاء السياسيين وسط مطالبات من المواطنين بمحاسبة المسؤولين المستغلين لملف الاعمار للدعايات الانتخابية هذه ليست وليدة اليوم او قبل الامس كل انتخابات يخرج لنا برلمانيون او مرشحون للبرلمان العراقي يعطونا وعود للشارع العراقي والانباري خصوصا ان هناك سوف نعمل ونعمل وسوف نجلب وكلها وعود هواء في شبك الحقيقة احنا نريد ان تفعل قوانين معاقبة البرلمانيين الذين يصعدون على اكتاف المواطنين حال عدم تنفيذ وعودهم بان يحاسبوا المواطن عندما يأتي ويذهب بصوته ويوكل احد الاشخاص ان يمثلوا في قبة البرلمان العراقي يجب ان يجلب له الحقوق يعد ملف الاعمار في العراق من الملفات المستخدمة انتخابيا لكسب تعاطف المواطنين البسطاء الامر الذي جعل الملف يراوح متانه ولم يحرز اي تقدم واقعي بما لم يبدأ اهالي تلك المحافظات المحررة اي تفائل بانجاز المشاريع المهمة ومنها الكهرباء التي يعانون منها منذ سنوات طويلة رجعنا من التهجير الى حد الان مشاريع وخدمية وعمار بس احنا الشي الرئيسي اللي يخدم المواطن ويخدم الشعب الكهرباء ماكو يعني هالكهرباء هي هاي معضلة اولا احنا نقول عليها بين الدول صايرة موجودة هاي الكهرباء فما نقدر السياسيين يعني احنا بصورة عامة السياسيين العراق كلتهم ما يقدر ينفذون بايشي الكهرباء اللي هي مو بيديهم يؤكد مختصون ان ملف الاعمار لن يشهد اي تقدم فعلية اذا لم يبعد عن الاجندات السياسية لقناة الفلوجة ادريس يحية